بكلفة 300 مليون دولار وبمدة إنجاز تصل إلى ثلاث سنوات باشرت شركات عالمية متخصصة أعمال تأهيل مطار الناصرية الدولية ليكون مطارا للشحن الجوي ونقل المسافرين هذا المشروع سيكون سفر وجنبة الشحن وهي من أهم موارد اقتصادية المشروع إن شاء الله مدة إنجازة لمدة ثلاث سنوات بدأ من 5-6-2022 وينتهي إن شاء الله 5-6-2025 الأمانة العامة لمجلس الوزراء قالت إن مشروع تأهيل المطار يتضمن تحديث المدرج القديم وإنشاء آخر لاستقبال الطائرات العملاقة وبناء فندق وصالة لاستقبال المسافرين بالإضافة إلى عدد من المنشآت الحيوية الأخرى مشروع مطار الناصرية الدولي من المشاريع الحيوية والمهمة الستراتيجية ليس على مستوى محافظة الذقار فحسب بل على العراق بصورة عامة كون هذا المطار سيكون مركزا للنقل والشحن الجوي عملية التطوير والتأهيل ستشمل تأهيل المدرج السابق إضافة إلى إنشاء مدرج إضافي آخر يتحمل هبوط الطائرات العملاقة الخاصة بالشحن الجوي وكذلك إنشاء إدارة متكاملة للمطار مراقبون للشأن الاقتصادي أكدوا على ضرورة أن يتخذ عمل المطار منحا مختلفا عن المطارات المجاورة وأن يختص بالشحن الجوي ويكون محطة لتزويد الطائرات الدولية بالوقود بغية اكتسابه الصبغة الاقتصادية المرجوة يجب أن يمتاز مطار الناصرية الدولية عن بقية المطارات المجاورة بميزات أخرى يضاف لها فقط ليس فقط لرحلات نقل المسافرين يفترض أن يكون هناك مكان مطار للشحن أو منطقة حرة بالإضافة إلى مطار لتزويد الوقود للطائرات الدولية على سبيل الفرض أنه عندنا مطارات مجاورة قريبة لنقل المسافرين كالبصرة والنجف يفترض أنه بمطار الناصرية القائمين عليه يأخذون هذا من نظر الاعتبار وتعول الحكومة المحلية في ذقار على العواعد الاقتصادية التي ستجنيها من مطارها الدولية والذي من المؤمل أن يستقبل أكثر من 700 ألف مسافر سنويا وفي ظل موجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتوفير فرص عمل للشباب تأمل الحكومة في أن يسهم المطار حال اكتماله بتوفير ما يقرب من خمسة آلاف فرصة عمل للشباب في المحافظة علي العتاب الحراء ذقار